وصف وزير الأعلام والثقافة الدكتور حمد روح الدين الشاعر الغنائي الكويتي صالح مدوى الملقب بساهر بصاحب الموهبة المميزة التي جعلته في طليعة شعراء الأغنية الكويتية جاء ذلك في كلمة للوزير روح الدين قبل انطلاق الأمسية الموسيقية التي اختتم بها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب فعليات النسخة السابعة عشرة من مهرجين لقرين الثقافي احتفاء بهذا الشاعر الغنائي الكويتي وذكر أن سجل الشاعر ساهر حافل بأغنيات ناجحة قدمها مطربون كثر من الكبار والشباب مشيرا إلى أن أشعاره تتميز بحلاوة الكلمة وصدق التعبير الذي يصل الوجدان ويمتع المستمعين وهي ميزة حصل عليها شاعرنا الكبير بعد استفادة واستلهام من تجارب شعراء سبقوه في مجال كتاب الشعر الغنائي جعلت منه شخصية متفردة منذ بداية انطلاقته في الثمانينات واستمراره إلى يومنا هذا بتنوع انتاجي زاخر ولفت الوزير إلى أن ساهر خطى مشواره الفني بعيدا عن المجملات والتنازلات عن القيم الفنية للشعر الغنائي معتبرا إياه علما من أعلام الأغنية الكويتية والخليجية وامتدادا جميلا للجيل الذي سبقه